اليوم تعرضت المنطقة الواقع بين حرسة ودومة اللي استهتاف في غازات سامة على الأغلب هي غازات الكلور حسب وصف الناس اللي موجودين بالمنطقة وعانى الناس هناك من حالة الذعر وخوف من الرائحة وامتدت الرائحة لمناطق في عمق دومة راجع الست حالات خمسة منهم النساء وحالة طفل الحالات كانت تعاني من عراض تنفسية زلة نفسية ضيقة نفس دماء يعني عراض تخريشية تم تدبير حالات بشكل جيد ولائق في عنا حالة واحدة كان عانت من وزيز قصبي طرينا لتعامل محل لفترة أطول والحمد لله من الحالات تم تخريشهم بشكل كامل